بلغت قيمة إجمال المشاريع التي تعهدها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال الربع الأول من العام الجالي 4.2 مليار دولار وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية تعهد قطاع المقاولات 52 مشروعا خارج البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ووصلت قيمة المشاريع المذكورة 4.52 مليار دولار وأظهرت المعطيات أن قطاع المقاولات التركي تعهد 11.700 مشروع من مشاريع قيمة وكبيرة خارج تركيا بقيمة 477 مليار منذ أما 1972 حتى نهاية مارس أذار الماضي واحتلت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدتها شركات المقاولات التركية خارج البلاد تلتها دولة تركومنستان ثم العراق ثم ليبيا وكازاخستان وبلغت حصة روسيا من إجمال المشاريع حوالي 20.5 مليار دولار بقيمة 97% وتركومنستان الشرقية أو تركومنستان أخذت 10.7% بقيمة 50 مليار دولار والعراق ذهبت إلى 6.9% بقيمة 33 مليار دولار كما برزت المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 5.2% من قيمة ما تعهدته شركات الإعمار التركية بقيمة 24.8 مليار دولار وبالنظر للمشاريع المنافذة لوحظ أن 14% منها في مجال الإسكان و13.5% يشمل الطرقات البرية والأنفاق والجسور و8.5% في مجال التقن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر